كان ساعات المخرجين الكبار برضو يعملوا كده ضربات في بعض فاكر انت الوسادة الخالية؟ طبعا حلو قوي فيه مشهد شهير للبنة عبدالعزيز الوسادة الخالية خرج سلاحة بوسيف معالله انا الله مش بقصودة سلاحة بوسيف مشهور بالواقعية طبعا انا شخصية عظيمة الله يرحمه كان انسان عظيم جدا طبعا ففيه مشهد تعاقفل انت الاول وابتاعه؟ لا ده دي اخدت شوية اه اه في المشهد ده كانت هي نايمة على السرير مادام لابنة ربنا دي العمر وبتتكلم عبدالحليمو كان عاملة رجلها كده اي وصلاحة بوسيف ركز على رجلها الحركة دي حلو بعد سنة واحدة ماما ماما تعالي خديني يا ماما لا 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 سنة بس صح لا 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 بعد سنة واحدة كويس اه كان شرع الحب اه ده اخرج عزيزي دينة الفقار طبعا خلى زينات صدقي كتبة عشان اوصل لك الفكرة كتبة الوسادة الخالية على الوسادة اللي جنبها وعمل نفس مشهد لبنة لبنة ورجلها برضو طبعا بس فارق طبعا كويس والناس هنا هنا ومسكة التليفون بتكلم عبدالسلام النبولسي حسب الله حسب الله فتحول ايضا الى مشهد ساخر بس الناس تقبلته وصراحة مزعلش يعني اصدق مشهد رومانسي خد بالك انت بتنقل مشهد رومانسي باللبنة وعبدالحليم لمشهد ساخر بنزينات وعبدالسلام حاجة شبه كده بتعلي الفيلم الاصقي طبعا دليل انه هو مؤثر قطعا برعبه عليك انت جبت انت جبت من الاخر لان الفيلم مؤثر جدا فالإفيه ناجح بس يمكن النهاردة الناس بتحتاجت تفكرها بفكرة ايه اللي خلى يتعامل الوسادة الخالية اهو ده كويس يعني اتعامل المشهد ده زكاء من المخرج العبقري عدنز الفقار انه خد حاجة من زميل اللي هو صلاح ابو سيف وعملها وصلاح يعني يعني الناس وعبدالحليم ما زعيلش المهم انا عايز اتكلم على علاقة عبدالحليم باسماعيل ياسين باسماعيل ياسين كويس الاثنين لو حتلاحظ تواجدت يعني النجومية الطاغية كانت كانت للاثنين في الخمسينيات كويس وفضلت بالنسبة لإسماعيل ياسين فضل شوية يقاوح في الستينيات وبعدين اتكسر لأنه عبدالحليم مات 71 او 72 قاسف لا مش عبدالحليم اسماعيل ياسين مات 71 72 عبدالحليم 77 بس اسماعيل ياسين اتكسر بدري اسماعيل ياسين اتكسر جماهريا بدري اللي كان هتلاقي اغلب افلام عبدالحليم مين صديق البطل عبدالسلام النبولسي برافو عليك عمرك شفت اسماعيل ياسين موجود لا لا خالص لما نجح كانوا أصدقاء جدا يعني حكى له استاذ عطف سالم في عيد ميلاد ياسين اللي هو ابن اسماعيل ياسين كان عبدالحليم بيغني كان لسه مش مشهور اللي بقعرفه من من القعدة دي هما في عيد الميلاد ففي يعني في زمن حلو لما نجحوا الاثنين خمسينيات كان ممكن يتعمل بطولة موازية مش كده يعني موازية يعني ايه مشتركة بين مش يبقى زي عبدالسلام النبولسي بالصديق البطل لا يبقى بطل موازي فده ما حصلش ده كان ليه اسباب حالحليم كان بيكسر الاراضات اكتر كنجم واسماعيل ياسين ايضا اكبر نجم يجيب اراضات يعني دي مسألة ما فيش فيها يعني فصال ولكن لم يشترك معا في عمل فني لاني كان كل عنده حزبة ربما عبدالحليم مش عايز يدي مساحة لبطل موازي ممكن تبقى فاتن معاه فاتن فاتن شادية اوكي لكن مساحة لبطل موازي اسماعيل ياسين بقى لما بدأ يبتدي اسهمه تنزل في الستينات اكيد كان جواه مستني نفحة او شادة قول اي تعبير سابقا حيثت جدعانة من اسماعيل ياسين انه يعني يديله بقى مساحة وياخدوا في دور حتى عشان يرجعوا مع ده مع الاسف ما حصلش يعني الخدمتين دولت كانوا اصدقاء جدا كويس في الحياة ولكن على عرض الواقع ما حصلش انه هم ارتقيا في عمل فجر تبولي يا ستر وجود عبد الحليم في الفيلم ده كضيف شرف المشهد ده اه ما اتكلمش وده اول مرة اه اول مرة يبقى موجود ضيف شرف اول مرة يبقى موجود مع اسماعيل ياسين فرقت مع اسماعيل ياسين قطعا قطعا وفرقت كمان للجمهور هي مفاجأة خذ بالك عبد الحليم بذكاء ما يعني ما مسلش يعني ما عملش دور لا عشان اضيف شرف بس الرسالة وصلت الرسالة وصلت انه عبد الحليم حافظ موجود في الكبرير اللي كان بيغني فيه اسماعيل ياسين وتواجد في الغنوة مأساوية وشوف شوف شوف بس اعني اقول لك اسماعيل ياسين كصوت كان الموسيقى العبدالب بيحبه جدا وعمله الحال صوت صوت متميز متكامل قوي مش مجرد بيقول نكة وفاتي يعني هو بيغني في يوم من الايام لو نسيت ان اسماعيل ياسين وصرحت شوية مع الغنوة هتبكي في يوم من الايام زي ما بقولها عبد الحليم هتبكي بس هو جاه في وسط اول فهو ده برضو زكاء من فاطين عبدالله بأكيد ده اللي وراء فاطين المخرج اول ما بكيدي الناس تستغرق في الاحساس بالغنوة المأساوية في يوم من الايام كان ليه قلب كويس وهي المحبة ده وهي المحبة وهي ريت محب اسود حبيبي مغلباني وهو عيقلبي تحب تاني في يوم من الايام من اجمل ما كتب ما امونيش الناوي يعني مكتوبة حلو والساس كمال الطويل يعني ابدع ايام ايبداع فيها وطبعا عبد الحليم لما قدها سمعين ياسين قدها بجدية وده الزكاء ما قداش بروح ساخرة هو كسر بعد كده يعني عايشك انت كسرها بالنكتة بس عايشك انت في ايه في الاحساس الحقيقي للغنوة وبعدين كسر فالنكتة عليت كلها تفاصيل تبدو هندسية لكن وراها مبدعين كبار